أخوين من عمامش مغاربة التنبير موشي مكان وتعاليق موشي مكانها ومتعقلت احترام وتشوف الناس هذه رأي فئات قليلة تحركوها عصابات تريد ان تسيطر على العالم بانسور وحركوا بعض الشراثم في المجتمعات الكل السلام عليكم أصدقائي كاتبين تكونوا بخير وعلى خير محبا بيكون في قناتكم وقناة نفس الخبر أصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا الإعلام التونسي خلوش كيتكلم على هماش يتكلموا يعني على موضوع ديال ميصر وتونس حول المباراة اللي جمعتم مع كرواتيا كنتم تتعليق من المصريين على اللاعب أو المنتخب التونسي للاعب مع كرواتيا وكلم مردى وشموه مملاحقهم انهم يدفعوا على تونس ولكن الغرابة هي لأو الاستغراب وهو انهم ضروري مخصومين يجبدوا المغرب ودينجا عندهم واحد السابق انهم تكلموا عن المغرب من قبل وحاولوا انهم يهاجموه وحنا لاحظنا في هذا القناة انهم دائما يحاولوا يجبدوا المغرب ويحاولوا يلقوا شي طريقة بشي سي او المغرب وجه جبهم المغرب والمغرب ما تحضرش الى تونس ما عندوش علاقة مع تونس الا علاقة لها أخوية ولكن هم يحاولوا دائما انهم يجبدوا بعض المشاكيل بين المغرب وتونس ونحن لكم تسمعوا لهذا الاعلام اللي خدناه معند الكابران دي الجزائر ونطلقوا في الخبر الفيديو لا يمباوم ما عنديش دخلة ما جيت قدامي صورة فيديو في اللعب الجزائري اللي توفى في الملعب الله يرحمه وكننا حكينا برشة احنا عن المشاكل في اونيفو دي جون معتها خاصة على مستوى الحضور للطبي وشبه الطبي لبعض الحال معتها حسب ما شفت وما قريت وانه المباراة دي دارت تحت غياب كلي للحماية المدنية والامبلانس والطبيب وكل ما هو عنده علاقة بالأمور الطبية وانا عندي المعلومة السفرية في الدوري الجزائري قانون ثابت في كل الأصناف انه غياب العنصر الطبي يعني عدم اجراء المباراة تذكر احنا حكينا في زوز اسبوعين أسبوع التالية كلموني خيين من الجزائر وقالوا له نحنا ما يسيرش في الجزائر شيء هذي وراه نحنا كما يحضرش الأمن وما تحضرش الحماية المدنية وما يحضرش الإطار الطبي رهي المباراة تلغى ديوم ما بقينا العكس شوف خالد هو روح القانون هذي موجود حدفتونا سراوح هوني السؤال المتروح أولا لمبالاة هذي وعدم المسئولية باش معتها خلات الولاي د الله يرحمه معتها يمشي ضحية المسئولين أنا دي ما نقول ثانيا فما قانون نراه يحمل الحكم باش ما يلعبش المباراة في غياب الحماية المدنية والامبولانسة من حقه معادة اليوم ما نقول في مباراة كما هذي في غياب الأطراف هذي اللي مهمت الحكم مسئول على الوضعي هذي لأنه كان يلغي المباراة مش لازم تلعب المباراة حاجة أخرى شوف في الونيفو شوف احنا في معنا في كل هاتير موعد خلنقولوها هاتير موعد العالم الثيلة صحيح في بالك اللي في الونيفو دي جون وحتى في الستاف تكنيك وفي الكادر الإداري اللي موجود في الملعب الكل كلهم يعملو لهم فورماسيون بتاعك السيكوريزم سيكوريزم بتاعي يعملو كل بريمي السعفات الأولية أي كل السعفات الأولوية اللي يعملوهم ينجم وراء واخترهما في الأخر بكل رام سيدي زاكت مثلا كفي ملاعبي لاخد الرايب العلسان وسيدي زاكت سهلين ما مشي سعب يشوف يمشي تعم فيه فورماسيون صغيرة نجم تتصرف ملاعبي تاكوري نجم يمنع ملاعبي في التناء دونك شو نقول أنا نقول معتها هالضحايا هيدا مساكن في الملاعب هالشبان هيدا من الأخر اهتمامات الفيرق هوا ملاعبي شبان هيدا شنية اليوم بعد وفاة الولاية هدايا وغيروا ولا قدر الله في المستقبل شنية شنو الاحساس متحم شنو الزمقر تحم تتحرك متتحركش ولا نحزنه جمعتين وننسيه ثم الوقتيش بش يقعد ثم اهميل على مستوى الشبان فيه تقريبا حسب شوف والله حتى كبش ندخل موضوع في الموضوع معناتها تشوف في التعاليق عبد بيخي الولد ناس تقدم في التعازي ويدخلوا اخوين من عمامش مغاربة تنبير مش مكان وتعاليق مش مكانها ومتع قلة احترام وتشوف المنتخب التونس عبدالد المنتخب المصري المصريين يشجعوا في سيئة تشفي ليه معناتها بسرعة شوف الحقيقة الاخلاق الاخلاق اللي هي متسمية على علينا احنا العرب وديننا هو بيدو معتها دين اخلاق ايه وين اخلاقنا من هذا كل وين من هذا كل والله العظيم ان نقرأ في التعاليق متاع الاخوين المغاربة بصراحة شي حز ما في ولا نجي من نعملك تعاليق على موضوع اي موضوع تافاوه لكن فما روح في الوسط شاب صغير معتها مشاق توفاو الناس تعلقوا وانتم الجزائريين مش عارف وانتم والاخر ونشوف اليوم بين مصر وتونس والمصر معي سيجعوا في كرواتيا ذي التونس احنا سيعد بيقي انت تحكي ويقع عربي متعفن تحكي على اخواننا في فلسطين واخواننا في فلسطين اشنو ينتظروا من الناس هذه ما عندهم ينتظروا كان يهزو يدوهم الرب ويطلبوا ربك ما عندهم حتى حل اخر اي الناس تحركوا عصابات تريد ان تسيطر على العالم ويحركوا بعض الشراثم في المجتمعات الكل باش يشعلوا الفتنة بين الشعوب التي يمكن ان تتوحد وتصبح قوة احنا شوف كي تجي تشوف انت الهدف الاسمة للفيفا هي تنمية كورة القدم في العالم تنمية كورة القدم في العالم تقتضي بالاساس العناية بالبلدان الناشئة في كورة القدم العربية والافريقية وبعض البلدان الاسيوية اش عملت الفيفا من هذية من اللي جاه سيان فانتينو هذية اللي حطته لامريكان فهمت اش عملت عملت حد شي ام فانتينو سي تعاليش يقضيش اخذها توا خلص من اللي شد الفيفا لتوا هذين وعشرين فاصل سبعة مليون اورو مليون اورو 22.7 مليون اورو حب هذية شاريته اللي اخذها الى حد الان بخلاف الهدايا والديار والطيارة والفري والبتلة والهم لزرق على ما يحرر في مستين 22 مليون اورو هذو ما اللي اخذهم هو برك بقطع النظر عن بقية اعضاء الفيفا هذو ما يحلوا مشاكل كورة القدم في فريق في الناشئين ويجيبوا لزنبولانس ويجيبوا الدنيا كل انا ما قلنا لش اخدم بلاش ولكن الشاي اللي كان يعمل في بلاتير قبل جاء هو اعمل مع ريبتور خطر اكثر انسان يقف مع كورة القدم في البلدان النامية هو بلاتير وخرجو في الاخر به وعليه وإلى حد الآن ما تشدت عليه حتى تهم عيسى حياته اللي كان في بريس لفيفا توفى انا بيرسويت عد عندي الفانتينو كان يجيب القهوة لعيسى حياته قبل في الفيفا كان هو يستربي لقاوت مات الراجل بعد سنوات من النضال في كورة القدم ومعمل لكورة القدم الافريقية وعمل لكورة القدم في العالم عيسى حياته وتوفى الفيفا ما عملت حد شي ما يجان فهم لانه عيسى حياته كامروني افريقي شعنا في ولو كان في في فاشا ومش امتاع نو بلوس عيسى حياته قاوم وتحدى حتى بلا تير في وقت من اللوقات وقال لو ندخل معاك طرف البلدان المحتاجة قاعدت تنمي في كورة قدم في الولايات متاح الامريكية خطر امريكا مسكين ما عندش فلوس ناقص اما في افريقيا في واحد لا وعلى الورق ساعة الباقي في برامج متاع الفيفا كلها تقريب ماشي للشبان نورمال ما تجي على الشبان والكورة النشائية سيقبر في في الرفوف سيفريد تحكي على بعض التعليق من الاخوين المصريين والاشقاء المغاربة توجه سواء الجزائر أو تونس اصدقائي وصلنا نهاية الفيديو كنتم من يكون الاعجاب دي لكم خليل على دي لكم التعليق لايك والبارتاج على هذا الفيديو وعجب كذلك نشر لي الفيديو والبارتاج يوصل على المغاربة الهلان ونطلعوا في فيديو جديد والسلام عليكم